وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 335 قضية تمونية بمطبطات بلغت قرابة 24 طن مواد غذائية ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 19 طن مواد غذائية وغير غذائية وأما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 5 أطنان أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 503 قضايا من بينها 59 قضية خبز ناقص الوزن و49 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلعب بمنظومة التوريد وتدول القمح المحلي تم ضبط 6 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 30 طن أقمح محلية ترجمة نانسي قنقر